افتتح وزير النقل عبدالله العيبي أخط سكاكي مصفا بيجي بعد انتهاء الملاكات الهندسية للشركة العامة لسكاك الحديد من رفع كفاءة الخطوط وتبديل العوارض الكونكريتية المتضررة جراء الأعمال الإرهابية وقال العيبي أن وزارة باشرت بتسيير قطارات لنقل المسافرين وكذلك المشتقات النفطية من محطة مصافي بيجي التي تعد من أطخم المحطات في الشرق الأوسط أود أن أبارك لكم هذا الإنجاز الذي كان على أيدي مجاهدي ووظفي الشركة العامة لسكاك الحديد لغرض إعادة الاسم الرفيع الذي تمتلكه هذه الشركة من خلال إعادة النشاط لمختلف خطوط الشركة العامة لسكاك الحديد التي تجوب شمال وجنوب ووصف العراق اليوم بعد أن كانت السكاك الحديد حقيقة معطلة ولا تصل إلى أكثر من شمال بغداد بعدة كيلومدرات وربما استضعنا بفترة متأخرة أن نصلها سامران اليوم مصلنا إلى بيجي وهذا يعتبر خطوة إلى الأمان ستعقب الخطوة الأخرى والتي وجهنا السكاك الحديد منذ اليوم بالعمل عليها وهي الوصول إلى القيارة ومن ثم إلى الموصل الحذباء في ذات الوقت هناك عمل متزامن يجري داخل أرصفة وموانئ البصرة لغرض مد سكاك حديد إلى موانئنا وأرصفتنا النفطية والأرصفة التجارية وهذا العمل حقيقة كان شبك متوقف واليوم عيدة الحياة لهذه الخطوط وهناك خطوط جديدة كل هذا هو لأجل الاعتماد على السكاك الحديد في نقل البضائع ونقل المشتقات النفطية ونقل المساكرين أن هناك تعاون كبير سيكون بين السكاك الحديد وبين الأخوة في وزارة النفط لغرض نقل المشتقات النفطية من هذا المصفة الذي أعيدت إليه الحياة بجهود أبطال وزارة النفط والقوات الأمنية التي داتت عن حمحان المكان واستبسلت وقدمت الشهداء وقدمت الجرحى والتضحيات ولم تجعل من داعش أن يتمكن منهم ولله الحمد اليوم بجهودهم وسواعدهم أعيدت الحياة إلى كثير من مفاصل هذا النصف الحيوي شكرا